اخد بالك يا حسن احنا مترك بيهن كنت عالو بجيت على الارض يا مروان مروان عبدالحكيم نسر عالي في السماء محدش يقدر يصطاده اسمع يا حسن ارض البلد داي ما تشالش غير واحد بس جبجة مش حتشيل غير حسن الارض داي بتاكله واجف عليها والناس اهنهم ما بترحمش حفظتها وعرفت دييتها مروان حسن بقولها لك الاخر مرة انا لا يمكن استغنى عنك ابدا والعنى مروان انا حتى بجالي كم يوم بفكر لما جابي لابوك بعد عمر طويل هجول له ايه يعني لو حصل لك حاجة خب بالك من عمال الناس داي ما تعرفش غير حشتين اتنين فلوسها والسلاح لو ديتهم ضهرك خلاص اي مشي مشي كان عايزي ده ولا حاجة يعني ايه ولا حاجة كان جاي سلم على سعادتك مثلا لا كنت بعدها ورا حسن يرقبه لي ماشي تقولي كده مش ولا حاجة بحاضر كلمت يا صام اه بس ما بيردش قاض تمام انا هعد علي تعدي علي هو انت هتنزل القاهرة اه هنزل القاهرة ليه هو ايه لي ليه هو احنا مش اتفقنا بها الفيلا بتاعتنا اللي هناك فيه مشتري يكلمني وعاز يخلص فيها اوكي طب كنت قولي بس يعني عامل حساب يجي معيك لا اما انا نزل لوحدي ليه مينفعش اسيبك لوحدتك ريم لو سمحت مش كل اما نتكلم في موضوع تحسين ان انا عاجز وهد على كرسي المتحرك مالش انا اسف خلاص اتفقنا اي موضوع نتكلم فيه بعد كده لو سمحت تحسين ان انا بني قدم طبيعي وكا اني بقى مش على رجلي عادي جدا احضر اجي معك انا يا عادل انا برضو كنت مرته ابوك الله يرحم وخيره علي واخدمك بعناي او الله انت بس تؤمر لا يا ست نادية متشكرين استغنين عن خدماتك احضر الغدا اه حضري الغدا انا جاعان استني مش حلو خالص خالص اللي انت بتعملي ده الحلو عندي الحلواني يا حبيبتي يا بنت مش هتبطلس يا عبا اخصى عليكي ليه بس جده لما نفسك العسن مديني ارجعك السجن تاني وماله يا ريد عشان نبجحنا اللي اتنين فمش نجا واحدة استني عايز اتكلم معك كيرمتين ايوه ريم هتحند وتتكلم بالراحة يبجى في مصيبة ايه ايه جوليلي عاوزة تكتل عادل هو كمان مماله بس لما تنوي عرفيني جبلها يعني اكلم الطربي اشتري كفن قصي الحاجات دي تحتاج ترتيب امه ليه اسألين انا اهده 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 بس بقى يا ستي وروحت واحدة على الهادي خالص كده وقلتلي بص يا مرمان انا كل اللي عايزاي حبيبي حقنا يبقى على الورق مش اكتر من كده فكك مني يا كريمة يعني ايه يا بنت فكك مني قال لها واحدة تقول لي لا انا مش عايزة حاجة مروعون الكبير بتاعنا والتانية تقول لي فكك مني احكي ايكم بالضبط انا مش عايزة حاجة من الدنيا دي كلها غير حسن وبس مين يا اختي ايه؟ يا صلاة النبي احسن خير وبركة ربنا هدي سرك بس من قامت يا ريتالي مش عايزة حاجة اللي حسنه بس من يوم وحطت ايديك في ايد جبرية يا بنت يا عبيتة انا حطيت ايدي في ايد جبرية علشان نبقى علشان ايه؟ علشان ايه؟ انت عرفت سكتك وانا عرفت سكتي خلاص خلصين وسكتك دي بقى ان شاء الله شكلها ايه و لونها ايه؟ طريق واحد وملوش تاني قوعد فتكري عشان انا سكتة بقى ستة ابني تلاقي ستة الكل انا بس هقلي قاعد يقولي اهدي يا ريتال اعقلي يا ريتال لحد ما كل حاجات باني وتعرفي مين اللي عمل في ابنك كده ساعتها مشارحها مويا كريمة عندك حق وانا معايك يا حبيبتي بس بالعقل كده وبالهداة وربنا هيديكي خليك انت مع جبرية يا حبيبتي اقولك على حاجة خديها وروح اعمله عمرة خسل زنوبك ادعي من ربنا كده ان ربنا يتقبل منك ودعيلي بقى يومها اديلي يا ربنا يهدي السري مع جوزي ويشيل عني الجشاوة ويعرف من اللي عمل كده في ابني وحياتك ياختي بادعيلك ليل مع نهار ام ربنا هدك قصدي هداك كده ازاي بس اقولك حاجة يا بيت احسن حاجة قلتها دلوقتي روحي مع جبرية اعمل يا عمرة انا حاسمع كلامك وأروح ادك ده يا ماشي يا كريم ادخل اهلا انا حاسم اتفضل زعلان منك وانا مقدرش عازعلك جيت من السفر وزورت مرة وانا مفكرتش في حاسن ازاي تقول كده انا كنت لسه هتصل بيك علشان لازم نقعد مع بعض قادة كبيرة قوي وعلى رواقه علشان اعرف احنا وصلنا لإيه بالزبط على كل حالة دي نطمنت عليك استنى هنسلم امتى نه الصراحة هو ده اللي انا كنت يجيه عشانه يعني كل حاجة ماشية تمام لا مش تمام عشان كده انا كنت مستنيك انت عارف يا ابو عالي ان الحاجات دي بتاخد وقت مش سهلة يعني ايه مالك مستعجل ليه انت عارف طلعة زي دي لوحدها هتتكلف كم كنت بتلعب بي كنت فاكن انا مش هعرف مش كده تتجننت ولا ايه حاسم محط جنيت مش خايف اسمع صوتك ايه مش خايف ترصصة واحدة تضيع عمرك كله انت طيب او حسن بجد انت طيب اوي اتعلم حسن قبل ما تعمل اي تصرف زي ده او ايه تصرف في حياتك امتا اتعلم هتكسب منه ايه ولو عملته هتخسر ايه اصل الدنيا دي عاملة زي الميزان الحساس بتاع الدهب ولو انت كنت سمعت كلامي ووزنته اللي انا قلتلك عليه قبل كده ما كناش وصلنا لللحظة العبيطة اللي انت بتعملها دي بس عشان انا بحبك وعرف ان انت راجل جدع ومحتاج لك وحط تحتها مية خط انا هعزرك واعدها لك لان انا لو ما كانا كنت اولع في الدنيا كلها لانا محبش حد يستغفلني او يضحك علي بس لازم تعرف انه غصبا عني لان انا بنفذ اوامر بقول حاضر ونعم الناس اللي فوق اللي ممشينا اللي انا قلتلك عليهم قبل كده بس بقول كل ده بمزالي مش غصبا عني كل الكلام ده مانوش عازا عني لا ليه عازا يا حسن ليه عازا ما كانش لازم تطلق لبنة اسمع كلامي وانت ساكت كان لازم يبقى معاك كارت ربحان تلعب بيه وقت لزوم مش ترميه على الارض كده انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا على اتفاقي معاك انت اتفاقي معاك انت وبس مش مع حد تاني